سلام عليكم انا بنصحكم ما تروحوش الجامعة والضيعة وقتوك الانترنت تخلى المعرفة بقيت متاحة للجميع واي شخص يقدر يتعلم اي حاجة ده مش كلام ده الكلام وستر راسل ملياردير الاسامي اللي عنده 28 سنة بس ادري يكون سروة شخصية بقيمة مليار و 600 مليون دولار اعتمد على نفسه وعلى افكاره وشركته اللي اسسها قيمتها السوقية دلوقتي تخطت الـ 2 مليار دولار بالمناسبة هو عمل اول مليار دولار وهو يدوه سنه كان 26 سنة بس ده مش الحالة الشازة الوحيدة لانه عندنا حالة شازة تانية عليكساندر وانغ اللي تولد في قاعدة عسكرية امريكية ومن اسرة متوسطة الحال هو كمان بقى صاحب لقب اصغر ملياردير عصامي في العالم وصروته تخطط المليار دولار قبل ما يتم 25 سنة من عمره هو كمان لسه بيدرس في الجامعة وبالتالي ما خدش شهادة جامعية كانم تبسل الناس اللي بتقولك انا معايا شهادة جامعية ليه الدولة ما تعينيش والزاول مرتبة ايه بقى قصة الشابين دول ازاي قدروا يعملوا الصروة المهولة دي في الوقت القصير ده هلنجحهم بدون اتمام التعليم الكامعي نقدر نعتبر نموذة شازة عن القاعدة ولا فعلا ممكن الواحد ينجح عادي جدا ويبقى مليونير ولا ملياردير كمان من غير ما يكمل التعليم الجامعي كل الاسئلة دي واكتر هنجاوب عنها واحنا بنحكي قصة النهار ده قصة مهمة جدا لكل الشباب قصة عنوانها مفيش حاجة اسمها مستحيل يلا بينا شان ما تقولش عليكم انا محمد ابو عاصي وجادردش معاكم شوية اقتصاد خلينا نبدأ بقصة الرسل اللي ابرغم انه تولد لأسرة غنية يعني ما كانش محتاج لفلوس لان والده كان مطاور عقاري ووالدته كانت عارضة أزياء سبب يعني تولد كوفبو ومعلقة دهب لكنه كان من صغره على عكس تخصص والده ووالدته بيحب العلوم بصفة عامة والفيزياء بصفة خاصة وهو صغير كانت ظهرت او ظهرت عليه علامات النبوغ لدرجة انه بيدعي انه تمكن من حفظ الجدول الدوري وهو عنده سنتين او اكتر شوية مش بس كده بدأ كمان يحترف في كتابة أكواد البرمجة وهو في عمره 11 سنة وقدر انه يعيد برمجة لعبة نينتيندو دي اس الشهيرة ويركب لها قطع مستعملة ويحاولها التليفون محمول عشان والده رفض يشتري لي واحد ولما تم بقى 13 سنة اتقدم بطلب الحصول على براية اختراع على مستشعر بيعمل بالليزر ويمكن تركيبه على السيارات المستشعر ده يقدر يحدد المسافة ما بين السيارات في الشارع وده اختراع مهم جدا لتطوير القيادة الزاتية اللي بنشوفها النهاردة في السيارات وخصوصا السيارات الكهربائية وبالمناسب حسر راسل كان في الفترة دي بيروح معهد متخصص في أبحاث الليزر عشان يجري تجربه بدل مايروح المدرسة الراجل من صغره عنده شغف وشايف ان الدراسة تضيع واتب لما تم 14 سنة من عمره بدأ يستخدم تقنية جديدة اسمها تقنية الليزر ودي تقنية بتعمل على كشف الضوء والنطاق عن طريق استخدام الليزر لقياس المسافة ما بين الأشياء ومن ضمن مميزات التقنية دي انها تقدر ترسب خريطة سلاسية الأبعاد للبيئة المحيطة في وقت لحظة وبالتالي فهي تقنية رائدة في مجال السيارات زيته القيادة اللي بتساعد السيارة على تحديد العوايق المختلفة وتفديها سنة 2012 وعمر أوستن راسل 17 سنة اتحق بجمع ستانفورد واللي كان بيدرس فيها تخصص المفضل الفيزياء التطبيقية لكن في نفس الوقت كان مصر يكمل مشروع وحلمه عشان كده قدم على منحة الملياردير الأمريكي الشهير بيتر تيل مؤسس باي بال وكان من أول المساهمين فيسبوك الملحة دي عبارة عن دعم مده قدره 100 ألف دولار أمريكي لدعم الشركات النشر وفعلا أسس أورتل راسل شركته لومينار للتكنولوجيا قبل ما يتم 18 سنة وقدم على المنحة وحصل عليه وكان أول قرار لي بعدها أنه يسيب الجامعة عشان يركز على مشروعه إيه ده الراجل دجاني والليه في تصراحات سابق دي عن قراره بالابتعاد عن التعليم الجامعي قال راسل أن كل المعلومات دلوقتي بيتمتاحة لإنترنت والموضوع ده ما كانش موجود قبل 50 سنة وبالتالي الزمن اتغير والدراسة الجامعية ما بقتش حاجة أساسية للواحد الأكتر من كده أنه نصح الشباب المبتكر واللي عنده مشروع أنه ما يضيحش وقته في الجامعة وأكد أنه كان متخص قراره أنه سواء حصل على المنحة أو ما حصلش عليها كده كده كان هيسيب الجامعة عشان يركز على مشروعه قصة النجاح دي فضلت مستمرة وقدر أوستن راسل يطور من شركته وبقى عنده فريق كبير لدرجة أن شركته لومينار بقت تورد تكنولوجيا القيادة الذاتية لشركات عالمية كبيرة وعريقة في صناعة السيارات زي مارسيدس وفولفو وفي سنة 2020 وتحديدة في شهر ديسمبر تم إدراج أسوم لومينار في البورس وتجاوزت قيمتها السوقية وقتها 2 مليار و 400 مليون دولار وأصبح قصة الرسل أصغر ملياردير عصامي في وقتها وعنده 25 سنة بس المسير بقى أنه قبله في سنة واحدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دخل على الخط واعتبر تقنية الليتار اللي طورتها شركة لومينار دي تقنية فشلة ومكلفة وإن الأفضل الاعتماد على الكاميرات وعنظمة المساعدات الألية فرد عليه أوستر رسل برد مستفز جدا وقال له أن فيه 50 شركة عالمية مختلفة معك في الرأي وتعاقدت معانا على التقنية الجديدة إيمانا منهم إنها هتكون مستقبل السيارات ذاتية القيادة لا واد واثق من نفسه كمان رسل بيختلف مع إيلون ماسك في حاجات تانية ماسك مثلا مش بيحب يشتري بيوته عقارات وبيقول إن إشت البسخ مش ماشي معاه لكن الملياردير الصغير حكسه أوستر رسل مش حارم نفسه من حاجة الرجل دي ستشاري أصل في مدينة لوسانجلوس الأمريكية بقيمة 83 مليون دولار على مساحة 20 ألف قدم مقربعة عشان يبقى جار الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته الممثلة والمطربة الشهيرة ريتا ويلسون وقبلها كان شارع أصل ثاني في لهاية فلاريدا الأمريكية على مساحة 13 ألف قدم كان بيضم 10 غرف نوم و10 حمامات وجراش كبير بيسع 18 عربية فالرجل يعني عايش حياته بالطول والعرض وبيستمتع بفلوسه اللي هي صمرت نجاحه وحق الصراحة نروح بقى على المثال المشرق التاني اللي معانا النهاردة هو أليكساندر وانج ودي حكايته حكاية وانج تولد سنة 1997 جوا قاعدة عسكرية أمريكية لا مش أي قاعد ده تولد في مختبر لوس ألاوس الوطني بولايت نيو مكسيكو الأمريكية وده كان موقع سري جدا لدرجة أن أمريكا لما حبت تطور أول قنبلة زرية في التاريخ اخترت الموقع ده عشان الإجراءات الأمنية والسرية الكبيرة اللي محوطها عشان تضمن أن مشروع القنبلة الزرية ما يتسربش لأعداء والد أليكساندر وانج وأمه الاثنين كانوا فيزيائيين تخصصهم كان في تطوير أسلحة لصالح الجيش الأمريكي هو وارد زكاؤه أبو وأمه وكان باين عليه علامات النبوغ من صغر لأنه كان عبقري بمعنى الكلمة في الرياضيات ودخل مسابقاته على مستوى للات المتحدة هو لسه في الصف السادس وكسب قبل كده رحلة لديزني لاند وصغية تقديرا لعبقريته ولما كبر شوية وبعنده 17 سنة كان عنده وظيفة بدوام كامل في موقع الأسئلة والأجوبة الشهير كورا وكان متخصص في مجال البرمجة للرد على استفسارات المتابعين ومن هنا التقى برافيقة كفاحه لوسي جو اللي عرض عليها أفكاره الثورية واللي نصحته أنه يلتحك بمعهد للتكنولوجيا وده واحد من أهم وأعرق معاهد التكنولوجيا على مستوى العالم وفعلا سمع بنصحتها وقدم في المعهد لكن مع نهاية سنة الأولى قرر أنه يطلق مشروعه الأضخم والأهم تحت اسم سكول التقنية اللي بتكرهاها لإكساندر وانجي دي بتساعد على تحليل صور الأقمار الصناعية عن طريق زكال الصناعي المعروف باسم AI بشكل أسرع وأدق من البشر والفكرة جات له بسبب أنه تربى داخل قاعدة عسكرية وكان أبوه ومه بيعملوا على تطوير الأستحر الجيش الأمريكي ومن هنا كان شايف أن تحليل صور الأقمار الصناعية عن طريق البشر بياخد وقت كبير جدا وعمل الوقت مهم خصوصا في الصراعات والحروب لأن صور الأقمار الصناعية خصوصا أقمار التجسس بتساعد كتير في اتخاذ قرارات حاسمة وضرورية وسريعة بمجرد ما توصل أريكساندر وانجي للتقنية وتأكد من فعاليتها عرض المشروع على شركة واي كومبينتورز اللي وفق التمويل المشروع لأهمية ومن هنا أطلق شركته تحت اسم سكول إي آي وهو لسه في سنة أولى من المعهد وعشان يقنع والده بالفكرة اتعاهد دي انه مش هيشتغل في الشركة إلا في فترة الصيف بس عشان ما تبعدوش عن درسته لكن في الحقيقة ده وعد ما يديرش يوفي به لأن بعدها في فترة وسيارة قدر يوقع ثلاث عود مع الحكومة الأمريكية لاستخدام التقنية الجديدة في تحليل صور الأقمار الصناعية وكمان مساعدة القوات الجوائل الأمريكية والجيش الأمريكي عموما على استخدام تقنيات الزكاة الاصطناعي والثلاث عود دول كان قيمتهم 110 مليون دولار وبالمناسبة هو كان بيحل المؤخرا صور الأقمار الصناعية في حرب روسيا أوكرانيا صالح الجيش الأمريكي فدرست ايه ومعهد ايه؟ خلاص الموضوع ده طلع بره اهتماماته الراجل بقى صاحب شركة ومش أي شركة شركة بتقدم تكنولوجيا متطورة لدرجة من قدر يتطوع تكنولوجيا سكول الجديدة مش بسر للاستخدامات العسكرية لا للاستخدامات المدنية عشان يساعد الشركات الكبيرة على تحليل البيانات الضخمة بسرعة وبدق زي مثلا ملايين من المستندات شركات الشحن او الصور اللي بتتقطها سيرات ذاتية القيادة وبتحتاج تحليل دقيق عشان يتم تطول البرمجيات الخاصة بأنظمة القيادة الذاتية كل دي تقنية سكول الجديدة بقيت بتعمله بسهولة عشان كده الشركة كبيرة جدا وبدل ما كانت ماضية ثلاثة عقود بس لصالح الشركة مختلف الشركات العالمية الكبرى وأشهرهم شركة جونرال موتورز وفليكسبورت وغيرها من الشركات التجيزة الشركة قدرت تجمع السنة اللي فاتت تمويل بقيمة 325 مليون دولار غير أرباح وصلت 200 مليون دولار في السنة وبالتالي قيمة الشركة السوقية ارتفعت وبقت 7 مليار و300 مليون دولار وبما إن حصة وانج فيها بتبلغ 15% فالرجل فعليا في 2022 بقى أصغر ملياردير في العالم وعنده 25 سنة اللي قدر بس يخطف منه اللقب في 2023 هو البرازيلي بيترو فرانشيسكي اللي صوته تجاوزة مليارد دولار بعد نجاح شركته شركة بطاقة الاتمام بريكس اللي أسسها وده ممكن تبقى نحق خصته في فيديو تاني أو في حلقة تانية الخلاصة زي ما قال أستر رسل الانترنت دلوقتي خلى أي حد يقدر يتعلم ويعمل أي حاجة الدراسة الجمعية ما بقتش هي المعيار ولا هي أساس النجاح زي ما ناس كتير بتحاول تقنعك بدأ الجيل الحالي ما بقاش لي حجة أصلا أنه يقعد مغير شو أنت تقدر تتعلم مهارات جديدة وتاخد كورسات وانت لسه طالب مش هقول لك في الجامعة لا ده وانت في ابتداء إعدالي سنة وكمان لو حاولت تتعلم أي مجال برمجة تصميم تصوير منتاج أي حاجة تخطر على بالك هتلاقي كورسات مجانية متاحة على الإنترنت تقدر تتطلع عليها وتشوفها بأي وقت ولو عندك أي فكرة أو فكرة مشروع تقدر تشتغل عليها اشتغل عليها بس تكون فكرة أي معرفت ديكار وتوفير الوقت والأهم إنها تكون مرتبطة بالتكنولوجيا والزكاة الاصطناعية دول هم المستقبل واللي أكيد هيكون لك نصيب من النجاح والشهرة لو تمسكت بحلمك وعافرت للنهاية وقبل ما اختب عندي سؤال وليه يا رجاء تفتكروا إحنا العرب نقدر ننافس في المجالات دي ولا صعب علينا مستنى جابتكو في التعليقات الرجع بقى ما تخليش حد يحبطك المال لا يُعطى مكان شكرا لكم أشوفكم على خير